لا أحد يعرف تماما إلى أين وصلت القوات السورية في تقدمها بريفيحما الشمالي والغربي فخارطة انتشار القوات تصابق خارطة الأجندة الزمنية للعملية العسكرية ولا يزال سوتي هو الذي يرسم حدود العملية العسكرية التي تخوضها القوات السورية برا والروسية جوا ولم تتأقلم المجموعات المسلحة مع عنصر مباغة الذي كان استراتيجية الجيش في العملية كتلة نارية أسقطت دفاعات المجموعات المسلحة بعد إشغالها بمحور كفرنبودا وفتح جبهة أخرى شرقا نحو الهبيت تمهيدا للتقدم نحو خانشيخون وغربا نحو قلعة المضيق الاستراتيجية التي تستعد وحدات الاقتحام للتثبيت فيها انتزاع القلعة من المسلحين يشكل منعطفا في المعركة وانتصارا للجيش السوري وهزيمة قاسية لا جدل فيها لمجموعات جيش العزة والنصرة التي انسحبت من دون قتال حقيقي وهو منعطفا لأنه ينهي منصة أساسية استخدمتها المجموعات المسلحة لقصف مواقع الجيش في ريف حما وقاعدة حميميم العسكرية ويستكمل إغلاق طرق امداد المسلحين من قواعدهم الخلفية الكبيرة في إدلب ويمثل مدخلا لاقتحام جبل شحشبو وجبل الزاوية ومفتاحا لاستعادة قرى سهل الغاب القصف الجوي أفشل الهجوم المضاد الذي نظمته النصرة لاستعادة كافرنبودا سلة وصل منطقة سهل الغاب بريف حما شمالي وريف إدلب الجنوبي التي تتحكم في طرق امداد المسلحين الهجوم أيضا هو لمنع الجيش السوري من ملاقات وحداته في محور قلعة المضيق وأحداث ثغرة كبيرة في خطوط الجبهة كلها محاولات باءت بالفشل والتنكثئ النصرة لحماية مناطق سيطرتها داخل محافظة إدلب تركت المسلحين في جيش العزة لمواجهة مصيرهم ناشطون اتهم النصرة بمنعها إرسال تعزيزات لمؤازرة المجموعات المسلحة بعد أن هاجمتها قبل أشهر وفككت سلاحها المسلحون هزموا سريعا في خطوطهم الأولى لأنهم توهموا بأن إمكانية تقدم الجيش السوري لانتزاع المنطقة العازلة عسكريا ستصطدم بخط أحمر تركي وربما دولي ولم يعدوا استراتيجية لمواجهة الهجوم في رهانا على تحرك تركي يوقف العملية ديماناصيف دماشق الميادين ترجمة نانسي قنقر